حالة من الترقب والاحتياط يشهدها مطار رونالد ريغان بالعاصمة واشنطن منذ ساعات التي أعقبت مباشرة هجمات مطار ومترو بروكسل وفي واحدة من مظاهر ذلك الإجراءات الأمنية الاحترازية عند مداخلي وفي محيط المطار علينا أن نكون يقضينا ولهذا السبب فضلنا الحضورة في وقت مباكر إلى المطار ماريا جونزرو سائحة إسبانية تستعد للمغادرة باتجاه مادريد تقول إنها تشعر بحالة من القلق لكنها تعتقد أن الإجراءات التي اتخذت كفيلة بتأمين رحلتها وبقية المسافرين من واشنطن إلى مادريد أتمنى أن يكون هذا اليوم يوم السلام لكل الناس في كل أنحاء العالم وأتمنى أن يكون الجميع بخير مسؤولو المطارات في أكثر من مدينة أمريكية أعلنوا اتخاذ إجراءات أمنية جدية في عقاب هجمات بروكسل طالبين في الوقت ذاته من المسافرين عبر الرحلات الداخلية والخارجية تفاهم طبيعة هذه الإجراءات وإظهار التعاون بشأنها علينا أن نؤدي واجبنا كمواطنين بأن نكون حذرين وعلينا أن نتفهم طبيعة الإجراءات ولذلك حضرنا إلى المطار في وقت مبكر كثير من سكان واشنطن وحتى بعض من زائريها وصل إلى هنا ومنذ الساعات الأولى التي أعقبت هجمات بروكسل لوضع باقات من الظهور أو للدعاء تكريما لضحايا الهجمات هناك لم يكن الأمر سهلا لعائلة ميكانز الأمريكية من أصل بلجيكي والتي تعيش في واشنطن منذ ما يزيد على النصف قرن لكنها لا تزال تحتفظ بالتواصلها الدائم مع بقية أفراد العائلة في بروكسل لم يكن سهلا عليها سماع تلك الأخبار لكنها وجدت في خروجها وحضورها لمبنى السفارة البلجيكية في واشنطن شكلا من التعبير عن تضامنها مع ضحايا الهجمات لا أعتقد أن الأمر ستوقف عند حد معين في وقت قريب للأسف طالما أن خطابات العنف والكراهية لا تزال موجودة وتجد من يستمع لها وكذلك فعل كثير من الأمريكيين بالحضور إلى مبنى السفارة ومن بينهم نائب الرئيس جو بايدن وزوجته تعبيرا عن تضامن الولايات المتحدة مع البلجيكيين في هذا الضرف الخاص لدينا جزء كبير من العائلة في العاصمة بروكسل وجزء آخر في الجزء الآخر من البلاد وأحسازهم اليوم مختلف تماما عن الأيام السابقة رابح في لالي الحرة واشنطن